تواصل مصر جهودها لتوصيل المساعدات الإنسانية للأشقاء في قطاع غزة المحاصر هذا ولا تدخل مصر جهداً في تجهيز ألاف الشحنات المصطفى أمام بعض الرفح والمحملة بألاف الأطنان من المساعدات الإنسانية حتى تصل إلى أهالي قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لم تغلق بوابة معبر رفح المصري أمام دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية لدعم الأشقاء الفلسطينيين هذه البوابة التي أصبحت محط أنظار العالم لما تمثله من أهمية كبيرة في حل أزمة نقص الغذاء الحاد داخل القطاع التقارير الدولية أشارت إلى قرب حدوث مجاعة داخل غزة بسبب عدم وصول القدر الكافي من المواد الغذائية ولذا لا تتدخر مصر جهدا في تجهيز آلاف الشاحنات المصطفة أمام معبر رفح والمحملة بآلاف الأطنان من المساعدات الإنسانية حتى تصل للأشقاء داخل قطاع غزة ولليوم الثاني على التوالي شهد المعبر زيادة أعداد شاحنات الوقود وذلك تنفيذا لتوجهات القيادة السياسية بزيادة وطيرة المساعدات التي تعمل على إنقاذ الشعب الفلسطيني الذي تعرض لخسائر فادحة في البنية التحتية جراء القصف الإسرائيلي المستمر منذ أكتوبر الماضي معبر رفح البري لا زال يواصل عمله أيضا في الإجازات الرسمية لاستقبال الجرحة والمصابين وتقديم الخدمات الصحية الأولية وخدمات الدعم النفسي ونقلهم عبر سيارات الإسعاف للمستشفيات التي خصصتها مصر لعلاجهم مع توفير أماكن لإقامة مرافقيهم وتقديم الخدمات المختلفة لهم مما يؤكد دور مصر القوي في دعم القضية الفلسطينية محمود جميل التلفزيون المصري